اشتركوا في القناة لأموال العباد الخاصة العامة على مستوى الأفراد والجماعات والدول الموضوع الأول في صناديق الأمانات والثاني في التبادلات النقدية إن شاء الله تعالى وسيستمر معنا الموضوع الثاني لنكمله في الحصة التي بعد هذه الحصة إن شاء الله تعالى صناديق الأمانات ما مفهوم صناديق الأمانات؟ صناديق الأمانات تمر معنا كثيرا ربما ذهبت يوما من الأيام إلى سوق ومعك بعض الأغراض لتدخلها في السوق فأخذوا منك أغراضا وقالوا هذه نحفظها في صندوق الأمانات وربما ذهبت يوما للحرم المكي فوجدت قبيل الحرم صناديقا للأمانات هل هناك صناديق أمانات أخرى غير هذه؟ نعم يوجد أين؟ توجد في المصارف توجد في البنوك هذه صناديق الأمانات هي صناديق حديدية تكون في الغالب مخازن محكمة في غرف وصالات مستقلة ليست ظاهرة أمام جمهور العملاء الذين يأتون للخدمات المصرفية الأخرى كالحوالات والصرف وما شابه ذلك هي في أقسام مستقلة وصالات مستقلة عن جمهور العملاء لكن هي أيضا لفئة من العملاء يطلبون هذه الخدمة خدمة صناديق الأمانات فما هي خدمة صناديق الأمانات؟ هذه هي الصناديق هي صناديق الأمانات طيب ما هي خدمة صناديق الأمانات؟ ما هي الخدمة؟ ما هي خدمة هذه الصناديق؟ فسنتكلم الآن عن نفس الخدمة أما الصندوق من حيث هو صندوق ليس له حكم عندنا هنا وإنما الخدمة المقدمة من خلال هذه الصناديق خدمة صناديق الأمانات ما هي؟ ما هيتها؟ ما تعريفها؟ هي باختصار عقد بين العميل وبين المصرف يقول عندي أغراض في البيت عندي عقود عندي صكوك قد لا أستطيع حفظها من السراق أو من التلف أو من الضياع أو ما شابه ذلك أو عنده ذهب يريد حفظه أو مجوهرات ثمينة غير الذهب يريد حفظها يقول لا أستطيع حفظها في البيت فهل أتمكن عندك أيها المصرف من حفظها؟ المصارف هنا وفرت هذه الخدمة خدمة صناديق الأمانات فأوجدت هذه المخازن لحفظ أموال الناس وسيأتينا الفرق بينها وبين الودائع المصرفية إن شاء الله تعالى إذا فهذه الخدمة هي عقد هي عقد طيب ما ناتج هذا العقد؟ ناتج هذا العقد أنه يلتزم فيه المصرف بحفظ أموال العملاء بأجرة معلومة في وقت محدد إذن هذه الخدمة لما يطلبها العميل يأتي للبنك أو المصرف فيتفق ويبرم العقد مع المصرف ليستأجر أحد هذه الصناديق استأجر هذا الصندوق مثلاً ذو الرقم ثلاثة يستأجره فالمصرف يتولى يعني المنفعة التي قدمها المصرف للعميل حفظ هذه الأموال أموال من؟ أموال هذا العميل المحدد صاحب الصندوق رقم ثلاثة أو الخزانة الحديدية رقم ثلاثة بأجرة معلومة في وقت محدد الأوقات تختلف قد تكون ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة هي قابلة للتجديد مرة أخرى بعد نهاية هذه المدة أما الأجرة فإنها مختلفة باختلاف أحجام هذه الصناديق كما سيتين في وصفها بعد قليل إن شاء الله نأتي الآن لوصف خدمة هذه الصناديق الوصف الدقيق لها يعني كأنك تراها إن شاء الله هذه الصناديق هي خزائن حديدية أو صناديق حديدية إن شاءت أن تسميها ذات أرقام كل صندوق له رقم خاص هو للعميل كل صندوق له مفتاحان فهذا له مفتاح مع العميل ومفتاح آخر مع المصرف والغالب أن هذه المفاتيح التي تكون مع المصرف في الغالب أنها تفتح كل هذه الصناديق لأنها موجودة عند المصرف تحت حفظ ورعاية هذا المصرف ومفتاح آخر مع العميل لا يستطيع مفتاح العميل أن يفتح إلا هذا الصندوق هي متباينة الأحجام وبناء على تباين الأحجام تكون الأجرة التي يدفعها العميل مقابل هذا الصندوق إذا أراد العميل فتح هذا الصندوق ووضع أغراضه الخاصة فيه مما سبق ذكره أو أخذها فإنه يتاح له ذلك خلال مدة عمل المصرف خلال الدوام الرسمي ويأتي العميل ليفتح هذا الصندوق بهذين المفتاحين مفتاح الذي يوجد بحوزة العميل في يد العميل والمفتاح الموجود عند المصرف وقد يتساءل متسائل هل يستطيع أن يطلع المصرف على ما فيها لا يستطيع أن يطلع المصرف على ما فيها إنما هي خزائن خاصة بهؤلاء العملاء يستأجرها العميل بناء على عقد المبرم بينه وبين المصرف كما سبق بيانه قبل قليل يضع فيها ما يريد عدل ممنوعات يعني ما يضع فيها أي شيء يريده إنما يضع فيها الأموال الذهب، الفضة، المجوهرات وما شابها ذلك مما ذكرناه قبل قليل أيضا الأشياء الممنوعة التي لا يستطيع العميل أن يضعها في الصندوق هي كل ممنوع كالمخدرات والمتفجرات والأسلحة كل ما هو ممنوع لا يستطيع العميل أن يضعه في هذه الصندوق متى ينتهي العقد بنهاية المدة ثلاثة أشهر، ستة سنة ونحو ذلك وهي قابلة للتمديد قد يتساءل متساءل ويقول ما الفرق بين هذه الصناديق التي تكون في صلاة خاصة وبين الودائع المصرفية أن آتي بمالي وأضعه وأودعه في المصرف هذه الصناديق كما سبق بيانها وإضاحها لا يستطيع المصرف أن يتصرف فيها هذا الصندوق هو ملك لك أنت خلال هذه المدة، إنما هو حافظ لا يستطيع أن يتصرف فيها مطلقاً وأغراضك وأموالك التي وضعتها هي كما هي موجودة أما الودائع المصرفية فالأموال التي تضعها في البنك في المصرف، تودعها في المصرف وضعت عشرة ألاف ريال لا يلزم تأخذ عشرة ألاف ريال هي هي كما هي بنفسها بأرقامها إنما تختلط مع أموال الناس ويتعهد المصرف أن يعطيك هذا المال متما أردته المصرف قد يتصرف في هذه الأموال قد يستثمرها في باب آخر لكن لك على المصرف أن يحفظ لك هذه الأموال بخلاف هذه الخزافة إنه يحفظها ولا يتصرف فيها إذا أردت من هذه الأموال أعطاك المصرف من خلال بطاقات المصرفية التي ستأتينا بعد أقل إن شاء الله تعالى من خلال السحب من آلات الصرف الآلي لكن هنا إذا أردت أن تأخذ تأتي وتأخذ أنت بنفسك من هذه الصناديق خلال فترة الدوام والعمل الرسمي ما حكم هذه الخدمة؟ ما حكمها؟ حكم هذه الخدمة لما ننظر فيها كما سبق بيانها في التعريف هو عقد يلتزم فيه المصرف بحفظ الأموال إذن هي إجارة على عمل معلوم إجارة على عمل معلوم وقت معلوم بأجرة معلومة وهذا هو عقد الإجارة مكتمل فيكون هذا العقد عقدا صحيحا وحكمه الجواز هذا باختصار الحديث عن خدمة صناديق الأمانات ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الثاني وهو التبادلات النقدية التبادلات النقدية هي وضعت في هذا المقرر من ضمن النوازل الفقهية المعاصرة وقد سبق التأصيل لمثل هذا الموضوع موضوع التبادلات النقدية في مواضيع الربا في المقررات السابقة فأصلوا هناك وأتوا هنا بهذه النازلة فكأن الحديث عن هذه النازلة هو تطبيق عملي وتنزيل لتلك الأصول على هذه الفرور أو هذه النازلة التبادلات النقدية هي نفسها عند الفقهاء المعرفة أو المعروفة بالصرف المعرفة ببيع نقد بنقد تبيع نقد بنقد مبادلة مال بمال هذا البيع في الجملة الصرف المبادلة بين النقود أو ما قام مقام النقود ما هو النقد؟ النقد ثلاثة إما أن يكون ذهبا أو فضة أو أوراق النقدية أو عملات معدنية وهذه الثلاث هي الأثمان تعرف بأنها تعرف بأنها أثمان طيب ما هي أحوال المبادلة بينها؟ هذا ما سنعرضه إن شاء الله تعالى الآن صور التبادل بين هذه الأثمان بين هذه النقود هذه لها أحوال قلنا النقد إما أن يكون ذهبا أو فضة أو أوراق النقدية أو عملات معدنية طبعا عندنا هنا ذهب وفضة وريال سعودي أو دينار كويتي أو دولار أو يورو أو ما شابه ذلك من عملات الدول وعملات الشعوب لكن مثلنا هنا بالريال السعودي ودينار الكويتي ليمثل لنا الأوراق النقدية فهما بمقام واحد أحوال التبادل بينها إما أن يكون التبادل بين الذهب والذهب أو الفضة مع الفضة أو الريال السعودي تشتري به فضة أو دينار الكويتي تبادله مع عملة الريال السعودي هذه الأحوال في الجملة درست فيما سبق اشتراط التقابض في مجلس العاقد واشتراط المماثلة هذا مر معك كثيرا في المقررات السابقة وأصل لك ذلك سواء في المبادلة بين النقود أو المبادلة بين الأطعمة عند اتحاد الجنس كالبر مع البر التمر مع التمر الملح مع الملح وما قيسة على ذلك مما شاركهم في العلة هنا سنأخذ هذين الشرطين وقد دل عليهم حديث عبادة بن الصامة عند مسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح الشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد مثلا بمثل شرط المماثلة لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب يعني إذا أردت أن تبدل ذهبا بذهب ذهب بذهب فضة بفضة بر ببر ولم ندخل في البر والمطعمات نقتصر على الذهب والفضة وما قيسة عليها من النقود هذا الشرط المماثلة قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا كان الجنس واحدا الجنس واحد اشترط النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ورمزت هنا للشرط شرط التقابض بألف وشرط المماثلة بباء فعندما نبادل بين ذهب وذهب ذهب قديم مع ذهب جديد فإننا لا بد أن يتوفر عندنا شرطان شرط التقابض في مجلس العقد وشرط المماثلة خمسين إجرام من الذهب لا بد أن يقابله خمسين إجرام من الذهب بغض النظر هو جديد قديم تبر سبائك أقراط وما شابه ذلك لا بد أن يكون مماثلا له إذا كان نفس الجنس ذهب مع الذهب الشرط الثاني أن يكون التقابض في مجلس العقد فما يصلح أن تعطي الشخص ذهبا خمسين إجرام ثم تقول سأذهب وآتيك بعد ساعتين لأخذ الخمسين الأخرى التي هي من الذهب المصنع الجديد وإنما لما تماثل خمسين يقابل خمسين لا بد أن يكون التقابض أيضا في مجلس العقد هذا عند اتحاد الجنس لا بد من ألف وباء وتجد ألف وباء هنا تجد ألف وباء هنا وألف وباء في مبادرة الفضة بالفضة ومعنى المماثلة نفس الوزن أو نفس المقدار إذا كان صرفا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الصرف في درس آخر كذلك الريال السعودي إذا أردت أن تبادله بريال سعودي عندك خمسمائة ريال تريد أن تصرفها مئات فلا بد أن تكون الخمسمائة يقابلها خمسمائات من فئة مئة وأن يكون التبديل في مجلس العقد مماثلة وتقابض في مجلس العقد ومثله قل في الدينار الكويتي طيب لو أردت أن تبدل الذهب مع الفضة أتيت للصائغ وقلت له عندي 20 جرام من الذهب أريد أن أخذ مكانها فضة قال سأعطيك ألفا من الفضة الآن اختلف الجنس أم لا اختلف اختلف الجنس هذا فضة هذا ذهب وهذا فضة أعطيته ذهبا ويعطيك فضة هل تشترط المماثلة؟ لا تشترط المماثلة إنما اشترطنا الشرط المرموز له بألف وهو التقابض في مجلس العقد سلمني الصائغ يقول لك الآن سلمني العشرين جراما من الذهب لأعطيك ألف جرام من الفضة في مجلس العقد كما قال نبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد سلم واستلم ومثل هذا لو أردت أن تشتري أو أن تصرف دينارا بالريال السعودي تصرف بالريال السعودي دينارا كويتي تعطي الريال السعودي وتأخذ مكانه دينارا كويتي لا تلزم المماثلة وإنما يكتفى باشتراط القبض في مجلس العقد هذه أحوال وصور التبادل النقدي بين الجنس الواحد مع اتحاد الجنس ومع اختلاف الجنس نريد أن نمثل لكن الأمثلة إن شاء الله تعالى ستأتين في فقرات قادمة إن شاء الله تعالى ما هي الطريقة الشرعية في مبادلة صنفين من جنس واحد مختلفين كما سبق معنا قبل قليل ذهب بذهب طيب هل الذهب الذي عندك يلزم أن يكون بنفس المستوى هو بنفس الوزن ممكن الموجود عند الصائغ لكن هل يلزم أن يكون بنفس المستوى لا يلزم قد يكون الذهب بحوزتك هو قديم قد تكون ورثته أنت من أمك رحمه الله أو من جدتك أو ورثتمه كابرا عن كابر فهو ذهب قديم لكنه في النهاية هو ذهب وستأخذ مكانه ذهبا جديدا قد يتساءل متساءل ويقول هذا غير هذا هذا جديد وهذا قديم الصنعة التي صنع بها القديم كانت قديمة وأشكالها الآن لا تلبس وأما الجديد فله أشكال أخرى وصور أخرى أحدث من الأول فكيف يعني كيف أبدل هذا بهذا بنفس الوزن فيقول هو ما هو المخرج قد يختلفان في الجدة أو في الجودة أو في الصنعة عندك عندك عشرين جرام ذهب تريد أن تأخذ مكانها نقول ذهبا جديدا لكن الصائغ لن يعطيك مكانه مكان هذا القديم من العشرين عشرين جديدة يقول إلا بأرفع من ذلك كأن تعطيني على سبيل المثال خمس وعشرين أو ثلاثين جرام يعطيك مكانها عشرين جديدة ما هو المخرج؟ المخرج أن تبيع هذه خطوة الأولى أن تبيع هذا الموجود بعته تم البيع استلم المبلغ اللي هو القبض خطوة الثانية اللي هو استلام النقد مثلا أخذتها قيمتها مثلا نقول عشرة آلاف ريال بهذه العشرة آلاف ريال تشتري تشتري هذا الجديد هذا هو المخرج الشرعي لمبادرة صنفين من جنس واحد من جنس واحد لكنهما مختلفين في الجدة أو الجودة أو الصنعة سيأتينا إن شاء الله تعالى في دروس قادمة الحديث عن الصرف وأنواعه والشراء بالبطاقات المصرفية بأنواعها إلى ذلك الدرس نستدعكم الله الذي لا تضيع وداعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة على عبده ونبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر